بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح وزيارة الجنرال الإيراني إسماعيل قآني تجددت هجمات الودرونز على قاعدتي بلد ومطار بغداد الدولي في إشارة صريحة على بدء تصعيد نامني خطير وبالرغم من أن هناك من ربط بين زيارة قآني والتصعيد بالهجمات إلا أن هجمات الأربعاء رسالة مهمة للجنرال قائد فيلق القدس الإيراني تؤكد أنه ليس لدى الجنرال ما يستمع لأوامره وإزاء التطورات الأمنية من المقرر أن تعقد القيادات الأمنية اجتماعا مهمة لليوم لبحث الملف ووضع خطط جديدة لمنع التصعيد ومواجهة قوى لا دولة وعلى إثر تلك الهجمات شهدت بغداد انتشارا أمنيا مكثفا بناء على توجيهات حكومية عليا بالإضافة إلى نصب حواجز أمنية متنقلة لمنع تجدد الهجمات وأثارت هجمات الطائرات المسيرة قلق القادة العسكريين الأمريكيين إذ تؤكد القيادات العسكرية الأمريكية أن ضباطا من الحرس التوري الإيراني هما يقفون وراء هجمات لدرونز التي حدثت في الشهور الأخيرة يجري ذلك بعد نحو خمسة أيام على اجتماعا عقدته اللجنة العسكرية التقنية العراقية ونظيرتها الأمريكية في إطار المحادثات الفنية الأمنية بشأن خروج القوات الأجنبية من البلاد حيث لم يصفر الاجتماع عن قرار واضح بما توقع متابعون تصعيد الفصائل المسلحة الحليفة لإيران هجمتها ضد المصالح الأمريكية في العراق